أرحب بكم وأدعوكم لهذا النص الجديد للأستاذ رشيد خالص من كتاب رمضان كريم والذي اختار له عنوان زهر الليمون أريد أن أسوغ من هذا العطر قصيدة طويلة لأنه تحت وصاية الظهور فنية تحول الطفولة لجنة أبدية أما اليوم يكفيني أن أستنشق ذلك العطر الزكي لأرتمي في تلك الحضائق الغناء مفعما بإحساس غريب يعطيني الانطباع بأنني ما زلت أحيا في أفيائها إذا كان يغمرني هذا الحنين الجارف فلكي أبصر ثانية أمي تباركني بتمرير يديها على جبيني وأنا أتوقف دون إمرة من أحد قبيل الغروب عن الألعاب الصاخبة مع بنت خالتي وعند كل إفطار وبأسلوبها المعهود تعمد أمي لزهرات الليمون تقلم بها في رقة وخفة إبرق الشاي ذلك الصيف كان رمضان شاقا ولم يكن لأي مشروب أن يروي الضمأ أحسن من الشاي أظهار الليمون تحمل نداوة طرية منعشة تلتدها أمي بعد عطش طويل تميل الشمس للأفول في فناء البيت يضوع من الشجرة أريج فريد رأيت أمي سعيدة ملأ أنفها بهذه الروائح تستنشق البتلات تقوم بفردها بمهارة صائغ ثم تفرق زوجا منها بملئ كفيها لتستخلص دهنها المتبخر فتمرر يديها على جبيني هذه الحركة التي فيها اختزال لكل حنانها كانت تعيد إلي لحظات صفائي المفقود في اللعب مع بنت خالتي وما زلت إلى اليوم عند هبوب الريح الغربية على عروش أشجار النارنج يطالعني بصورة مشوشة ذلك الصبي الذي كنته وبراءة التي افتقدتها اليوم تذكرني بكلفة الأحلام والتجاعيد التي ارتضيتها لأصير رجلا لكن ما معنى أن يكون المرء رجلا بلا يد أمه الحانية على جبينه ذات تعب كان يحدث لأمي أن تأخذها في النهاية غفوة في غمرة هذا التعب الجميل لشهر رمضان وفي الحال أتوارعني الأنظار لأواصل لعبي الأثير مع بنت خالتي نهاية هذا النص وموعدي يتجدد مع حضراتكم غدا مع نص آخر من كتاب رمضان كريم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر